بسم الله الرحمن الرحيم فما زلنا في هذه الحلقات المباركة بإذن الله تعالى في قراءة من صحيح الإمام البخاري من كتاب الصوم ووصلنا إلى قول البخاري رحمهم الله باب السواك الرطب واليابس للصائم وعرفنا أن الفرق بينهما أن الرطب قد يكون له طعم في الحلق أما اليابس لا يكون له طعم فبعض الناس قد يفرق يعني يجيز اليابس دون الرطب لكن الصحيح جواز هذا كله ولذلك علق بصيغة الضعف قال وصيغة الضعف ليس معناه أن الحديث ضعيف لكنه ليس على شرط قال ويذكر عن عامر ابن ربيع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد يعني ما لا أحصي عددا كان يستاك وهو صائم ثم علق بعد ذلك بصيغة الجزم يعني أكيد قاله أبو هريرة قال وقال أبو هريرة طبعا هذا الحديث موجود عنده لكنه يعني اختصارا ساقه معلقا وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء يعني هنا البخاري تفقها مدام أبو هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء والصائم يتوضأ إذن الصائم يتسوك إذن يستاك الصائم أثناء الصيام إذن هذا يدل على أن السواك لا يبطل الصوم قال ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره يعني ما قال هذا صائم يعني لا يتسوك وغيره يستاك وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب يعني السواك السواك مطهرة للفم هذا ما فيه إشكال لكن مرضا للرب تفقى بها البخاري مدام مرضا للرب والإنسان يصوم إنما يريد رضا الله سبحانه وتعالى إذن لا إشكال أنه يتسوك في كل وقت قال وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه يعني كأنه إذا ابتلع ريقه فما فيه إشكال مع أن الريق قد يكون فيه أثر يعني اللعاب أو شيء من هذا القبيل فكذلك إن كان يتسوك ووجد أثره في الفمه فلا إشكال في ذلك ثم ساق الإسناد عن حمران حمران هذا مولى عثمان رضي الله عنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمض مضى واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ما قال مثلا ما في إنسان يصل إلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو وضوئي نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر إلا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن بهذا الشرط فهذا يحتاج إليه الصائم فالصائم يحتاج إلى توضأ نحو هذا الوضوء إذن هو يتمض مض ويستنثر وقلنا قبل ذلك أنه يستنثر لكن لا يبالغ حديث لقيت وبالغ فيه الاستنشاف إلا أن تكون صائمة إذن يحتاج إلى هذا إذن يجوز أنه يتوضأ ويتمض مض ويستنثر فإذا كان هكذا فالسواك أيضا لا شيء فيه قال بعد ذلك البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمن خره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره هو هذا الباب يعني ذكر فيه الحديث معلقا لكنه أقول قول النبي إذا توضأ فليستنشق من خره الماء وتفقه وقال ولم يميز بين الصائم وغيره ثم قال وقال الحسن يعني الحسن البصري لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل يعني لو إنسان عنده يعني مثلا بيسموها ربو مثلا أو شيء في التنفس وأخذ هذا الذي يستنشق الذي يوسع الأنف حتى يعني ما يحصل له اختناق فهذا إن لم يصل إلى حلقه يعني مجرد هواء فقط فهذا لا شيء فيه وقال الحسن مثل هذا الأدوية الموجودة الآن ما لم يكن فيها نوع من مادة أو دواء يدخل إلى الجوف قال ويكتحل وقلنا إذا اكتحل وحتى لو وجد طعم الكحل في ريخ كما أفتر به شيخ الإسلام أنه لا شيء عليه قال وقال عطاء قلنا عطاء هذا تلميذ بن عباس إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه ما فيه من الماء يعني تمضمض وأخرج الماء ثم بعد ذلك يقول لا يضيره إن لم يزدرد ريقه يعني مدام أخرجه ما يبلع ريقه في باقي الماء وماذا بقي فيه يعني لا يعني الذي يبقى من الماء لا يبلعه وقال ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك العلك اللي هو زي ما نقول له مثلا المستيكة الآن أو العلك يعني بس بدون سكر اللي في سكر لا هذا خلاص أفتر لكن العلك زي مثلا يسمون لبان لبان الدكر مثلا أو شيء من هذا القبيل يقول فإن ازدرد يعني بلع ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه يعني تفعل هذا فالذي يأخذ العلك لا يأخذ هذا قال فإن استنثر فإن استنثر فإن استنثر يعني أخرج الماء من أنفه فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك يعني هذا لا يستطيعه فلم يملكه وهذا يعني معظم هذا الآثار أخذنا ما فيها من الفقه قبل ذلك بعد ذلك يبول بخاري باب إذا جامع في رمضان ونكتفي بهذا في هذه الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة